أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف الصدرات الزراعية المصرية وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بملف الصدرات الزراعية والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لازم لزيادة حجم الانتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الدولة في التوصف الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتنويع المحاصيل المزروعة ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية